ايمن توقعك خلينا نخش بقى في السؤال الايه صعب شوي توقعك المباراة دي الاول هتخلص في وقتها الاصلي ولا هنروح وقت اضافي ولا هنوصل لضربات ترجيح لا انا اعتقد انه هتمتفي في وقتها الاصلي نتيجة ايه بقى اقول لي عشان هنسجل المسيح توقع توقع انت قلت ان الاهلي اجهز لا انا انت قلت زمانك اجهز بما يعني لا انا انا مباراة دي لا تعترف انت ممكن تبقى اجهز ومسيطر على المباراة وتخسر ملهاش حسابات هتخلص في وقتها الاصلي طب مين هيكسب بدون منقول كم كم لا انا لو انا بتكلم حسابيا على الورق انا شايف انه فرص الزمالك اكبر لكن هذه المباراة لا تنتهي طبعا انا عارفين ده بحط توقع لكن انا شايف انه النادي الاهلي زي ما قاله الفصدر الدوافع عند النادي الاهلي وانه ما يخرجش خالي الوفاة زي ما بقوله بدون اي بطولة انها ممكن تكون الروح الروح عند النادي الاهلي هتكون اكبر او اكثر ممكن تغير النتيجة لكن انا عشان اقدر اقول مين اللي هيكسب بهذا الشكل لا انا شايف انه خمسين خمسين انا برغم ان انا قلت خمسين خمسين طبعا فانا بستند لبعض الامور واهمها ان ان الزمالك هيكون في ثقة اه زائدة حتى حد يقول لي لا ده هم هيعودوا ويحفظوا اللعيبة او لا وحيحذروا من الثقة زائدة ده ده بيبقى احساس بيبقى داخلي شعور داخلي ما تقدرش انت تغيره بكلام او بمحاضرة وثقة ده جاية من انه هي يعني كسب الاهلي طبعا انه هو كسب الاهلي وتعادل معها اتنين اتنين وكانت الموقع ماتش بتاع التعادل ده اتنين اتنين ده هو كان نقطة التحول في مسارة الدرع اه وبعد كده كاس عن جدارة اتنين سفر فاللعيبة خدت ثقة اه وبطولتين دور مقورة بعض وكاس وكلام ده خدت اتنين واحد مش اتنين سفر اه كاس اتنين واحد اه فاذا الموضوع اللعب المصري بالذات لاعب عاطفي او هو انسان عاطفي فدايما على ما اتخرج منه اللي هي المشاعر بتاعته سواء بقى الثقة او سواء الخوف وبالتالي وبالتالي انا بشايف ان الاهلي هيبقى عنده دوافع قوية جدا ان هو يكسر الموضوع وبالتالي وبالتالي انا اتوقع ارفوز الاهلي وتطور اشتركوا في القناة